السلام عليكم اخباركم يا رب دايما بخير وبصحة وسلامة وسعادة. صباح الفل وصباح الهنى على عيونكم ومسائل خير لو انتو بتشوفوا الفيديو بالليل. آآ فيديو النهاردة بقى مميز شوية عشان خاطر ده كانت عزومة او افطار. آآ لو شفت الفيديو لحد الاخر كده هتاخدوا منه افكار ان شاء الله العزومات. وافكار كمان لو واجبات للخير. ولو كمان عايزين حلوة كده. وعايزين تعملات طريقة بسيطة كده وسهلة والافراد كمان كتير. هنقول لكم ان شاء الله عدد الافراد اللي كنت عاملها لهم الاكل. وحنقول لكم المجدار لو انتو مسلا بتحتاروا هتعملوا رز جديه. هتعملوا فراخ آآ جديه. هتعملوا لحمة جديه. ان شاء الله هتاخدوا افكار حلوة كده من الفيديو. تابعوا الفيديو للاخر. وصلاة الرسول علي ابدا صلاته السلام. ودوسوا لايك كده للفيديو وشير عشان خاطر كل الناس تستفيد. اول حياتي طبعا انت فيني لما تكون عندي عزومة. بيرتب افكارها من قبل منها بيوم. هنعمل اكلات ايه? وحنعمل كمان آآ طبيق ايه? مسلا جميل مني. هنعمل رز. هنعمل مكرونة. برتب كل حاجة قبل منها بيوم. وبناء عليه بننزل نشتري كل حاجة من السوج او بنبعت ولادي يشتروها. فهنا كان آآ يوم يوم الفطار الصبح. الاكل ده طبعا كمعمول في رمضان. يوم الفطار الصبح كنت نجع الفراخ ديت آآ من بالليل طبعا في التلاجة نجعها في مية وملح وآآ لمون وشوية تجنزي بالبودر كده عشان قاطر الزفارة. تتملح معي حلو. وكمان تشرب من التدبلع حلو وتكون معي كده نسير بتاعها او اللحمة بتاعتها دايبة معي دوبان كده. انا كنت اجابها من قبل منها بيوم الصبح ونجعتها طبعا طول النهار ومساكتها بالليل غسلتها كويس ودخلتها التلاجة آآ الفريزر جزدي حتى لو دخلتها الفريزر من ساعتها من ساعة ما تنظفوها اللحمة بتاعتها بالدوب كده لو انت عايزين لحمة الفراخ بتاعتكم تدوب يا اما تنجاوها فترة طويلة يا اما تبيتوها ليلة في الفريزر زي انا ما عملت يعني انا جعتها وبيتها ليلة في الفريزر وطلعتها دلوقتي جطعتها معكم حتى لو انتوا اغطوا بالكم في تلجة لسا عليها كده نغسل لابها كويس ونشيل طبعا كل الدم اللي فيها كل زيادات اللي ملهاش اي لازمة وطبعا آآ نوصل برضو عليها لامون وشوية ديكيت كده ونغسلها محترمة ونبدأ نجهز بجا في تدبلة الفراخ معنا مع طبعا كمية آآ بصل محترمة على نهل نستعد من بصل كتير انها هدف الاكل بتاعنا فلاك الكابة دي طبعا جاب لي بتتحرج معي فشافت ايام معي في رمضان يعني كتر خيرها ولا ديت على اخر رمضان كده وتحرجت بس انا ديتها الصيانة دلوقتي وان شاء الله هنجيبها كمان يوم او اتنين كمية بصل بجا حلوة كده عليهم حباتين كمان من الطماطم وشوية كده من التوم وحنفرم كل ده فرم ناعي مش قطر هنتابل بيه الفراخ آآ ان شاء الله هنضيب كمان اضافات لسه كتيرة ده البداية بس او الاساس اللي احنا عمله في الكابة ممكن طبعا ما بشارة عادية اللي هل بتكون او البلاستيك دية وممكن تبطعوها لأيديكم آآ فرمان ناعم كده على حسب يعني المتوفر عندكم فرمت الطماطم والبصل والتوم وحننزل بيه كل ده في صانية كده ونضحز عليه باجي باجي التوابل طبعا الكابة هتنعي معي لحد لما هنخلص كل كمية البصل دية والطماطم اللي انتش شايفينها معاونا دي لا لا عشان عندنا كمية فراخ محترمة ما شاء الله يعني لله مبارك فهنعمل التدبلع على مرتين عشان خاطر الكابة بتاعتنا الكابة دي تضعبان علي من ساعة ما بازت ومش عارفة نعمل اي حاجة في المنطقة طبعا انا روحت نشتري زيها كده اللي جات فيها انواع كتيرة دي نجيبها من زمان معي باجلنا سبع سنين ومشاء الله عليها يعني لسه لسه فكرة دلوقتي تتحرج في الايام اللي صعبة اللي انا عايزها فيها دلوقتي حطيت معالجة كده من هارس الشطة عشان خاطر لو انا عايزها سبيسي كده وحل طبعا مش هنكتر عشان خاطر مش عارفين الناس اللي جاية بتحب الحاجة الحامية او لا فمش هنكتر هنضيف حاجة بس بس. ومعي هنا كمان ديبس رمان هيديني لون حلو للفراخ وهيديني كمان آآ طعم حلو. اللون طبعا هيبقى واضح معكم بعد ما آآ الفراخ تاخد لون كده في الفرق. فضيت كمان شوية كده من خل من خل التفاح. وممكن الخل الابيض العادي. احنا هنعمل هنعمل الفراخ اكننا هنشويها بالزبط. بس هنضيف تحت منها شوية بطاطس كده على حلوين. ياخد برضو بناكة الفراخ وياخد من طعم الشويان ويكون طعمهم حلو. ننزل بقى هنا دي بغرات مشكلة اول سبع بغرات بتجيب كده من عند العطار بتجيب بغرات آآ فراخ بغرات فراخ شويان يعني او سبع بغرات الاتنين حينفع. ونزل طبعا بالملح المزبوط كل فرخة بتاخد معلجة ملح كده ممسوحة. حسب طبعا حجم الفرخة وحسب ما هتعمله كمية. لو انت هتعمله كمية طبعا عدد الفراخ مش هتضيف مسلا اربع معالج على اربع فرخات. لأ ممكن تضيف معالجتين كبار. لكن لو هتعمل الفرخة واحدة الفرخة الاتنين كيلو بتاخد معالجة كده مش مليانة من الملح. عشان خاطر في ناس سأليتني كمية الملح المزبوطة آآ نملح بها الفراخ ايه. بتاخد معالجة طبعا مش مليانة لو لو وزنها اتنين كيلو. لو هنعمل تهتربع فرخات وزنهم برضو اتنين كيلو مش بنضيف كل كمية الملح دي. عشان خاطر احنا متابلين. والتدبيل هتجهد معنا فترة. فمش هنملح زيادة عشان خاطر الفراخ طبعا كانت منجوع معنا وميت ملحها كمان في النجا. ضفت باجة بابريكا وضفت كمان كوزبارة نشفة. وضفت طبعا عصرتين تلاتة كده لامون. كل التدبيل ان شاء الله واحد لجونة كتباها في صندوق الوصف وانا عاملها معكم قبل كده 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 مرة. شوية ديبس الرمان دول انا ما استخسرهم في الجزازة بصراحة. عشان خاطر دول اخر معلاجة في الجزازة فها تترمي على كده. نجلب بابا كل التدبيل انت شايفينها المحترمة دية. ونتابل بها كل الفراخ اللي عندنا. زودت شوية آآ بهارات كمان حاسيت ان البهارات مش كفاية. ونجلب كل الكلام ده كل بابا سبع بهارات. بابريكا. كزبارة نشفة. آآ ملح وفلفل. وطبعا دبس الرمان. ونكهات باجل الحلوة اللي بناخدها من البصل والتوم. وكمان منها رس الشطة اللي احنا ضايفين. هنمسك كل الفراخ اللي معنا دي ونتابل قطعة بقطعة. انا طبعا آآ مفتاحة الصدور ومفتاحة الوراق عشان تشرب من التدبيلة وكل التدبيلة تدخل جوة الفراخ بتاعتي. لو مشيتوا على على الخطوات المزبوطة في تدبيلة الفراخ او في الشويان او في العزومة عموما لو انتم مرتبين افكاركم هتلاقوا نفسكم شغالين كده آآ براحة وشغالين كده عارفين وراكم ايه وكل حاجة هتخلص احسن ما تدخلوا المطبخ وعندين عزومة ومش عارفين هنعمل ايه فتلاقوا الافكار كان لها مش مترتبة وتلاقوكم كمان مش مزبطين كده في عمال الاكل ممكن تنسوا حاجة تبوزوا حاجة فرتبوا افكاركم من قبل منها بيوم تكونوا مرتاحين تاني يوم او يوم العزومة مرتاحين وتتخلص آآ مفيش فيها غلطة ان شاء الله. بقى كمية التدبيلة بقى هننزل على كمية بطاطس محترمة عندي كده حوالي تلاتة كيلو من البطاطس جتعطوهم مكعبات مش آآ مش دوير عشان قطر المكعبات بتغيب في التسوية شوي وبتستحمل معي الفراخ لكن الدوير ما بتستحملش طبعا التسوية آآ الزيادة غير لو كان حجمها تخين. انا كان عند البطاطس حجمها متوسط. فاجت تعطاها مكعبات احلى في الشكل وكمان تستحمل معي في السوية زي ما قلت لكم. نزلت بكل التدبيلة اللي باجي معي طبعا ملحها مزبوط. بندوق الملح بتاعها وبنزبط الملح بتاعها. قبل ما نستخدمها في الفراخ وقبل ما نضيفها على البطاطس. ممكن تضيفوا بقى شرايح من الفلفل الالوان او فلفل اغضر بس. ممكن تضيفوا كمان آآ كوسة برضى لو انت حبيين جزر زي ما انتو عايزين. لكن انا كنت هنطبخ نوع طبيق تاني او نعين كمان. فقلت اكتفت بس بالبطاطس تحت الفراخ وخلاص. نرص بقى الفراخ ازاي نرصها الكتاف لوحدها كده. في صانية. والوراك لوحدها في صانية. عشان خاطر طبعا الوراك مش بتاخد تسوية زي آآ زي الكتاف او زي الصدور. بتغيب شواية في التسوية عشان خاطر نكون متحكمة في تسوية الصانية على بعضها. نضيف الصدور لوحدها في صانية. والوراك لوحدها في صانية. ما شاء الله الله مبارك اخدت معايا تلت صواني تحت منهم بطاطس والفراخ مرصوصة على الوش من فوق. هنركن بقى الصواني دي دلوقت كده. مش هنسويها بس انا جهزتها كده عشان خاطر تكون دخلة على الفرن على طول على التسوية على طول. بس قبل ما ندخلها الفرن بناخدها غلوة الاول كده على البتجاز من فوق. تجون بس معايا كده وتغلي معايا غلوة واحدة. وبعد كده بندخلها في الفرن على طول. هنغطيها بقى كلها ونركنها شوية لحد ما نشوف معنا ايه تاني. صالوا كده على الرسول واسكروا الله. وان شاء الله حجيتكم تخلص ما فيش فيها غلطة. وكمان آآ تخلص بسهولة كده وتحسوا ان انتم مستمتعين كده بعمل الاكل. انا عن نفس بندخل المطبخ لو عندي عزومة. او عندي عشا عروسة او عندي مسلا افطار في رمضان او حتى واجبات هنطلحها للخير. بنحس بمتعة كده ولا بنطبخ مش عارفة ليه. يعني بنحس ان انا فرحانة كده حتى لو وجفت طول النهار في المطبخ. ركلنا باجا البطاطس على جنب. وندخل باجا على الكفتة ودي تاني حاجة بنعملها طبعا لو انا برضو عندي عزومة وفي كفتة هتتعمل. هندخلها التلاجة فلبدأ بيها برضو. نجهزها كده معايا اتنين كيلو ونص من اللحمة المفرومة. مفرومة بنسبة دهون حوالي عشرين في المية. يعني لكل كيلو من اللحمة المفرومة بنضيف له حوالي من مية وخمسين لمتين جرام من الدهون. عشان تدينا كفتة كده طرية جوسي كده وحلوة فيها لمعة حلوة كده زي كفتة الحاتي واخلى كمان. ضفت باجا في الكب ايه? ضفت حباتين كبار من البصل. وعليهم معلاجة كده من هريس الشطة وشوية ملح وشوية مية. ليه باجا? علشان خاطر انا عايز البصل بتاعي ينزل ميته. واحنا دلوقت البصل آآ ما يخزونه عندنا في البيت فالبصل ناشف كده ما فيهوش مية. فنضيف له شوية مية كده وشوية ملح عشان خاطر يتفرم معايا فرم ناعم وكمان نصف المية بتاعته ما يكونش فيه اي مية عشان لما نضيفه على الكفتة. لكن لو البصل جديد لسه زرع جديد يعني وجايبينه. اول ما بنفرومه في الكبه من غير الملح ومن غير اضافة اي حجم بصل لجوه آآ نزل ميته على طول. لكن ده مخزون عندنا من السنة اللي فاتت طبعا. لسه البصل الجديد ما نزلش. آآ فالمية بتاعته بتكون ناشفة شوية. حطيته في مصفة وصيبته يصف كل المية اللي انا ضيفها. وكمان مية البصل اللي فيه. عشان عايزها نصبع بها الكفتة. نجي باجا للكفتة بتاعتنا هنضيف عليها ايه? انا ضيفة هنا آآ حوالي نص حزمة كده من البكدونس على الكزبارة الخضرة. واحسن حاجة لتقطيع البكدونس. واو الخضار عموما هو المجص بيسرع التقطيع وبيكون اسهل عندي من السكينة مية مرة. دي توابل باجا كفتة جاه كده جاهزة من عند العطار. بنقول له مسلا انا عندي كيلو كفتة او اتنين كيلو او حتى عشرة كيلو. عايزة بتوابل بتاعتهم او البهرات بتاعتهم. البهرات عندي بتيجي من ملحة فتخد بالكم من الملح. اي بهرات كفتة بتتباع او اي بهرات حووشي بهرات لحمة. بهرات آآ تدبيلت الشويان. كل ده بيجي متملح. جاهز كده على اللحمة بتاعتكم او الفراخ على طول. فاخدوا بالكم من الملح وزبطوا الملح بتاعكم. صفيت كل مية البصل. ونزلت بها على الكفتة. بشرة لمونة حلوة كده بتضيق اي زفارة سواء كان كفتة فراخ او كفتة لحمة. وبتديني نكهة كده حلوة وطعم حلو كمان اكني شوياها آآ جايبها من المطعم ما شوية بالزبط. ودي خطة كمان مميزة بالنسبة لي انا او في الكفتة بتاعتي انا ما بنستغلاش عنها سواء اماد كفتة فراخ او كفتة لحمة. لازم عن بشرة اللمونة دي. واللمونة اختروها تكون مخضرة كده بتكون الزيت بتاعها او ريحة بتاعتها اعلى كمان من المونة للصفة. شوية بابريكة كده تخلي لون الكفتة بتاعتي حلوة. سيكة ملحة صغيرة كده عشان حسيت ان البهارات بتاعتي مش هتملاح للكفتة مزبوط. فضيفتي يعني حوالي ربما معلاجة كده بس تزبط له الطعم شوية. ونهرز بقى كل ده او نعجن كل ده الكفتة بتاعتنا لازم ان تتعجن كويس لو لو جاتوها متقطعة منكم كده او متهرستش معكم حلو خدوها فرمة كده في الكب. ونصيحة يعني الكفتة لما تجيبوها من عند الجزار تقول له فروم هالي ووشين مش وش واحد. الوش الخشن ده ما بنحبوش في الكفتة. انا محب الكفتة بتاعتي مفرومة ووشين عشان تكون نعمة كده ومتمسكة وحلوة معي. ما تفكش مني على السيخ وما تفكش مني كمان لو انا عملتها كده على البتجاز حتى. حين بقى حبتصلية فراخ تجوم معايا كده على البتجاز تغلي بس معايا كده وكنتم اللي على الفرن هندخل الفراخ على طول عندي على الفرن. وكنتم طالع على لبن عشان نعمل هنعمل رز معمر. بس لما اصل على السلام محمد هنا الفراخ هي بتدي غلوة كده وهنزالها على الفرن على طول. والحلة معايا فيها معلاجتين كبار من السمنة وفيها طبعا بتاعت اربع بصرات حلوين كده من بصل مفروم عادي للطبيخ. وعليه حوالي معلاجتين كبار كده من آآ معلاجة من هريس الشطة ومعلاجة من التوم المفروم. تشوحها حلوة كده انا نحب نشوح كده البصلية بس ما نبديهش لون نديها تشوحها حلوة كده عشان خاطر لو هنعمل خضار او هنطبخ اي طبيخ. عندي اتنين كيلو من الطماطم مضربين في الخلاط ومصفين بالمصفة عشان خاطر الجشر اللي فيه. وننزل بهم على البصل على طول بعد ما ريحة التوم طلعت. وننزل بجا بالتوابل بتاعتي. طبعا دي اساسي عشان تديني لون حلوة للطبيخ. آآ البهارات بتاعتي للطبيخ السبع بهارات يعني. وشوية كمون وخلاص على كده. مش هنضيف ملاحة دلوقتي لما الصلصة بتاعتي تسبق شوية. طبعا طلعت الكفتة من التلاجة طبعا مش بنعمل كله في وقت واحد. بندخل الكفتة ترتاح شوية في التلاجة. على بل ما نكون عملت مسلا آآ اكلة تانية على بل ما نكون غسلت موعين وزدبطت المطبخ. ممكن نزبط حاجة من الشجة برة. فتلاقوني يعني ايه? بتحسوا ان الفيديو كله مع بعض وكده آآ كنا لسه عامل الكفتة دراكتي مدخلتهاش التلاجة ولا حاجة. مية البصل باجا لفضلة او لانا صفتها من البصل. ضبت عليها شوية زيت شوية بابريكة. شوية من آآ دبس الرمان او معلج السلصة. شوية من الخل كمان عصير اللمونة اللي انا بشرتها كده على الكفتة. ونزبط سانية بتديني لون كمان حلو للكفتة بتاعتي وتكون مزبوطة معي. حاولت نجرب بالسيخ لاجيت السيخ عندي مش مزبوط. المعلاجة لاجتها زبطت للكفتة احلى من السيخ كمان. انا عايزيها مفتوحة كده من الجلب عشان خاطر تستقو معي بسرعة. ان انا هنعملها في الصاج كده مش هنشويها على الفحم ولا حاجة. عند خلال فرن على طول. ان شاء الله متماسكة كده وحلوة معي. الخلطة دي دي ما قلت لكم عليها زيت وعليها صلصة او دي بس رمان. هتديني شكل حلو. اللون حلو يعني الكفتة معي. خلصت الكفتة بتاعتي وهندخلها على الفرن على طول. نرعال يا باجة من تحته من فوق. تاخد لون حلو كده ما تنزلش الدهون اللي فيها. هو هتنزل بس شوية ما صغيرهم تشربهم وكده هتكون استوات معي. والفرن ولع من فوقه من تحت. تاقي السوس اللي معي ده مش هيتريمي. هننزل بيع الكفتة كده عشان فقط يخليه للكفتة طريقة ولونها حلو. هنا باجة الصلصة بتاعتي استوت وخلاص. فهنكسمها على حلتين لانا عاملة نوعين طبير. فبدلا ما نعمل كل نوع صلصة الواحدة. لأ عملتهم من اتنين في حلة واحدة. ونكسم الصلصة وبعدين نحط باجة الخضار اللي انا عايزها. بسلة باجة بطاطس كوسة فاصولية لوبيا اي خضار عندي انا من انا عايزها. هننزل بيه على طول في الصلصة دي. انا كان عندي بسلة وعند جزر هننضيفها في الحلة الاولانية. والحلة التانية هنضيف الفاصيلة بتاعتي. الفاصيلة طبعا كنت سلجاها قبل منها بيوم. وحطها في الفريزر برضو وتسهل علي الموضوع. شايفين بجلا ما نفكر في العزومة قبل منها بيوم. ونرد تبقى افكارنا كلها بيكون سهلة ازاي وبسيطة كده. ممكن نخرص الاكل على طول كمان. لو احنا عندنا مسلا ضيوف جاية تقعد معنا. ونقعد معهم كمان الاكل يكون جاهز على الاكل على طول. فمش هناخد مسلا وقت ومش هنكون مستعدلة ومش هنكون مضغوطة في اليوم ده. لأ هنكون براحتي في خالص واخد راحتي في كل حاجة. زبطنا بجا الملحة دلوقت احنا مزبطين بهارات بس ما زبطناش الملحة. هن بجا طبعا صانية الكنافة بالكريمة او بالكاستر. آآ طبعا خليتها في فيديو الواحدة عشان عقلات الفيديو ما تكونش طويل اكتر من كده. كنت عاملها برضو في الوقت اللي كانت الكنافة فيه في التلاج. نجي بجا هنا اللبن طبعا بعد ما غلي عندنا بجا صانيتين رز كبار محترمين كده حلوين. آآ يكفي لي كم نفر بجا. انا كنت عاملة افطار لتلاتين نفر. فعملت كم كيلو رز? عملت ستة كيلو من الرز. طبعا في عيش وفي كفتة وفي حيات تانية. بس ستة كيلو رز لتلاتين نفر. ما شاء الله في رمضان كفة ما شاء الله يعني. فلو انتم مسلا عندكم آآ عندكم مسلا عدد معين من من الافراد وعايدين تعملوله. كل كيلو رز بياخد ستة انفاء. يعني كل كيلو رز بيوكل ستة اشخاص. طبعا بيكون في عيش وبيكون في حاجات تانية وبطاطس مش عارف ايه. آآ طبيخ تاني فراخ كفتة. فستة كيلو رز ان شاء الله كفة تلاتين نفر معي. نيجي باجا بعد ما خلصت كل الاكل الطلب مني طلب غريب وانا كنت مستغربة بصراحة في رمضان بس طلع يعني ما شاء الله اللي فكر فيه طلع بيفهم بس طلب مني مسجعة وتكون مشكلة كده وتكون مشطشطة كده وحلو. مسجعة جاب كانت جاب للمغرب بشوية يعني كان القرآن بيجرى في الوقت ده ولا بنعمل مسجعة الحلوة اللي انت شايفينها دي. جطعت طبعا بطاطس مكعبات وبدنجام طبعا مكعبات وفلفل برضو مكعبات. وجطعت شوية تشكيلة كده من الخضار وبدأت نجلي فيهم. بند كل حاجة تحميرة كده حلوة في الزيت بيتديني طعم للمسجعة تحت فضيع. وعلى جنب كده برضو شغالين كل العيون شغالة. آآ الصانية طبعا فيها شوية كده من الزيت ومعالجة كبيرة كده من التوم ومعالجة طبعا من هارس الشطة للمشطاتها الحلوة دي. واول ما ريحة التوم تطلع نطفيها على طول بشوية كده من الخلف وياسيت باجع الريح. وننزل طبعا بشوية الطماطم كده مضربين في الخلاط. ولو عندنا معالجة صالصة برضو ننزل بيها. وكده صالصة المسجعة عندي موجودة وجهزة. شوية بابريكة برضو زيبط لللون. ومش هتاخد مننا وقت. بس انا يا طبعا ما كنتش مش هي مش لايجا على الاكل اللي انا عاملها. يا دي اخت عايزة سمك عايزة مسلا تحبيش عايزة اكلات حرشة كده. لكن هي كنت مطلبها بصراحة. وميتها هي اجلت كده يعني في رمضان كل الناس كانت عن مسجاعة دي كانت رهيبة. يعني البلنجان كان سعره غالي بسبب الناس كلها عندها اقبال على الاكلات الحرشة دي في رمضان اكتر من الاكلات التانية كم. نطلع بقى البطاطس وننزل بالبلنجان على طول. كل حاجة كده مكعبات وتاخدش مننا وقت. كمان بتكون سهلة كده في الاكل وبتكون حلوة كمان في المسجاعة كده. وهناعمل صنيات مسجاعة كده بصهم زي الكتاب ما جال. فيش فيها افتكاسات ولا باجة باللحمة المفرومة ولا مش عارفة بالسنبر والمكسرات ولا باي حاجة. هي مجرد مسلسة المسجاعة المميزة لها كده. مش باية خضار بدنيان وبطاطس وفلفل وخلاص على كده. شايفين? منظرها اصلا كده من بعيد يشاهل وحده كده. وهنخلص كل الاكل بتاعنا طبعا هنخلصها ونفضيها كده كلها في الصينية وندخلها الفرن تاخد لون كده وريحة كده من الفرن. تطلع لي باجة كده مميزة كده بالريحة الحلوة لما تدخل الفرن بالزات. يعني شقي لها كده الفرن بيديها ريحة وطعم وفظيم. خلصنا طبعا كل الخضار وكل الفراغ كده استوار معي. والكفتة كمان كانت طلعت هنوركوا الاكل دلوقتي. نسمي باجة لها كده شايفين? كل الفراغ طلعت معانا ما شاء الله واخد لون حلو. بعد طبعا ما تستويب ان نعريها كده تاخد لون من تحت الشوايا كده. وبتكون جاهزة معي كده على الغرف على طول. وعد الكفتة طبعا بعد ما استويط طفيت فيها كده حتى تفحمها صغيرة كده. تديني بس ريحة الشوايا لكني عملها على الفحم بالزبط. كل الاكل كان بيطلع ورايا وكدت بنغطيه على طول. هنا كمان صينية فراخ التالتة. والمسجعة كانت خلاص جربت تستوي معي وتخلص كمان. هنا باجة الاكل كان كله خلاص جاهز معي كده على الاكل على طول. وماشاء الله كان وقتها المغرب قزب. ودي الفراخ معي ما شوية وفضيعة كده والبطاطس كمان مسكة نفسها كده ومستوية ودايبة. والكفتة كمان الجوس الفضيعة. وصنيتنا الرز المعمر والمسجعة الفضيعة الرهبة اللي كانت لولا تخطر على البال. بس بصراحة كانت حلية. والبسلة والفاصولية وصنية الكنافة وماشاء الله كل سنة انتم طيبين. وين عاد علينا كمان الايام دي الحلوة دي بخير يا رب ان شاء الله السنة جاية. كنا نكون متجمعين على الخير. صنية الكنافة الحلوة دي هنزل لكم بقى ان شاء الله في فيديو تاني. شوفكم باجة في فيديو تاني واسبكم فرعية الله مع السلامة.